نرى بعض الناس في المطائم أو على سفر الطعام أنهم يزدرون أو يحتقرون شيء من الطعام جاء في حديث أبي هري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله أو تركه فلا تعب نعمة الله عز وجل فإن كثير من الناس لا يجدون اللقمة أو اللقمتين فلنحمد الله جل وعلا ولنرفض الله بما قسم الله لنا من الأرزاق اشتركوا في القناة